بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم رح نتكلم عن تحميل وتضمين اللي هي jQuery UI jQuery UI لتحميلها وتضمينها توجه أول شي لمكتب أو عفوا لموقع jQuery UI بهذا الشكل الآن مثل ما احنا ملاحظين هذه اللي هي user interface اللي هي واجهة المستخدم واجهة المستخدم هنا ممكن نشوف تطبيقات يعني نشوف بشكل مباشر demo وأيضا هنا download هنا download نضغط على custom download مثل ما احنا ملاحظين هذه الأشياء الممكن نضيفها بمكتبة jQuery ممكن اختار جميعهم ممكن delete select all أو ممكن select all بهذا الشكل أنا بختار الجميع طبعا لأنه رح نطبك تطبيقات عديدة رح نطبك عدة تطبيقات وتوجه هنا بحمل الاصدار 1.8 بهذا الشكل وبضغط download أول ما ضغط download رح يحمل لي ملاف اللي هو dot rar أنا ما اعتقد هذا الشكل أنا محمل الملاف هنا رح أفك الضغط الآن هذا محتويات الملاف ممكن تحتفظ فيها لأنه ممكن تاخد الـ styleات مثلا بهذا الشكل ممكن يفيدنا هذا الـ style في المستقبل أو CSS يعني أقصد هنا gs هذا اللي أنا محتاجه هنا مثل ما احنا ملاحظين جايب لي مكتبة jQuery أنا ما أنا محتاجها محتاجها فقط رح أسميها مثلا ui ui بهذا الشكل أو jQuery ui jQuery ui بهذا الشكل و رح أخذ الملف أنقله للمجلد اللي بشرح فيه هنا مثل ما احنا ملاحظين داخل الـ gs رح أضيفه رح أضيفه داخل الـ gs و رح أتوجه هنا أنه رح أضمن الـ jQuery اللي هي ui jQuery ui داخل مجلد الـ gs مثل ما احنا ملاحظين هنا مثل ما احنا ملاحظين jQuery ui طيب هذه الخطوة الأولى اللي هي تحميل وتضمين مكتبة ui